لو أنا قلت لك بص على قوام النادي الأهلي دلوقتي أنت شايف أن قوام النادي الأهلي مفهوش نقصام يعني مفهوش نقصام في المراكز قوام ناجح جداً ومفهوش يحقى نتائج كبيرة ولا شايف أنه رأى الأهلي محتاج شغل فني وتدعيم فني طول الوقت يا كريم أي فرقة محتاجة شغل يعني طول الوقت أي فرقة محتاجة شغل محتاج إدافات أنا ببص على الفرقة النادي الأهلي كده أقول إيه أكتر حاجة ميزة عند النادي الأهلي دلوقت عنده ثلاثة في نص الملعب قوي جدا فارقين معه وفارقين مع متخب مصر صحيح الناد الأهلي بيبني على الرباع ده عنده لعيبة كويسة في بقية المراكز مش عاوز أقول ولكن الناد الأهلي قوته في حراسة مرمى وفي ثلاثة نص الملعب في مطشط كتيرة جدا 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 بيطمنك وانت بيضع اجوان بيطمنك وانت مش كويس بيطمنك وانت بيجي عليك هجمات والناس بتشيل الناد الأهلي عنده عبد المن اللعب كويس عنده عالي لعيب كويس عنده أكشى لعيب كويس عنده محمد شريف عنده لعيبة كويسة ولكن انا بقول للعناصر المؤسرة بشكل كبير ومدية دعم للناد الأهلي حراسة المرمى وسلسة نص الملعب طيب أفشة عنده مشكلة فردية يعني عنده مشكلة في التغيرات الكثيرة اللي بيعملها موسيماني في طرق اللعب أولا عنده مشكلة ولا مشكلة فنية برضو يعني عنده مشكلة فردية ولا مشكلة فنية أنا لما أكون حاسس أن المدرب مش واثق فيه وما بيدنيش أكيد أنا متأثر أكيد بيحصل لي ضرب أنا لعيب عشان أحافظ لمستويها محتاجة أكون في ملعب بشكل كبير محتاجة الطريقة وأنا بلعب وعندي شخصية وكراكتر معين الناد الأهلي كان دائما بلعب بي أكون موجود في الملعب عشان أفضل أحافظ على الكراكتر بتاعي الناد الأهلي بيغير الطريقة بشكل دائما باستمرار الراجل حابب بطريقة 4-3-3 فلما بلعب أفشا في 4-3-3 بلعبه ناحة لمينة أو واحد شمال وعمر أفشا ما هيدي زي ما هو بيدي عشرة وبلعب ناحة لمينة أو واحد شمال أفشا محتاج ينزل ياخد الكورة محتاج يعمل استحواز مع اللعيبة محتاج يكمل محتاج عنده رؤية محتاج يعمل بساط طولية سواء في العمق في الملعب أو على الأطراف اللي زميله أفشا محتاج يعمل ده مع طريقة 4-3-3 صعب يعمل لك ده صعب أنت لو لعبتوا عبطرف بيتمويتوا لأنه ما عندوش سرعات نفس الوقت بتحلم الفرقة منه لو محتاج حد يوصلك للمرأة فأكيد فيه دور على المدرب لأنه غير الطريقة هو ممكن يكون مقتنع بدا وهو راجل يعني برضو خلينا أقول يعني راجل بحق أبو طلاط فراجل ناجح راجل عمل تارجت وأرقام على الناد الأهلي فراجل ناجح أنا مقدرش أقول غير كده ولكن لما بيجي أتكلم فني وشوف الملعب لازم أقيم الحاجات دي كلها لأن الحاجات دي كلها بتديني هدف للنادي نفسه مش للمدرب أولا للنادي نفسه لقدام أنا عاوزي من المدرب وعاوزي من لعيبة والفرقة عاوزة إيه